موسيقى الحجر المنزلي اللي عشناه بالفترة الماضية كان أمر غير مسبوقة طريقة عايش غير طبيعية وأحباط لبعض وراحة لبعض آخر ولم شمل لبعض العائلات وكوارث حقيقية لآخرين الحجر المنزلي أثر على الناس بأشكال متفاوطة وبعض الأشخاص شافوا بأنه ممكن يكون فرصة لأدخار المال وتوفير مبالغ كانت تنفق على المواصلات والألبسة والخروجات وغيرها بفترة الحجر المنزلي علشو كنتي عم تحطي مصروف أكتر شي يعني أكتر شي بالبيت على الأكل وشربو هكش غلاف على شو زاد مصروف على الأكل وشرب أكل وشرب يعني شرب دايزي على الإنترنت أكتر شي الأكل وشرب على الأدوات التعقيم يلي عم نجيبها إن كان للإيدين أو للبيت لو أثناء المسح كنا دايما نضيف أدوات تعقيم على كل شي الأكل أكتر شي يعني زاد الأكل والطلب والأدوية كمان بحسب الدراسات فنسبة استهلاك الطعام بالعالم كانت بفترة الحجر المنزلي أكتر بكتير من قبل وأذا كنتوا نشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فلاحظتوا إقبال أكتر من 50% من الناس على الطهي بالمنزل وهذا معناه إن شراء مكونات الطعام زاد بشكل كبير زاد المشروف طبعا قطاع طلعات ما فيه هي صح هذا الحقيقة ماليا بس أنت كل شي بدك الأساسي غلي سعره بقى أنت طلعتي راسي براسي مكسورة ممكن أوقات بتجيبي يعني بس غير إنه إذا بدك تطلعي لأنه بدك تطلعي كان فيه مشاوير فيه كافيهات مثلا أو شي غير بالبيت حتى لو جبتي يعني المشروف عم تجيبي بكل أحوال بس قال مثلا الكافيهات طلعات مشاوير هيك نحن باليوم يفرق معنا يعني أول يوم نتأخذ مثلا كيس المحارين كنا نحقه 800 ليرة يومين خلاص أزعد من الوراد مرشيح مقرب 900 ليرة وهكذا باليوم يفرق معنا زاد مصروف الأكل والشرب يعني أكتر الشيء والأسعار غلية علينا حلا هي المو من صروف بالفوتات والطلعات المصروف بمصروف الأكل والشرب خاصة اللي عنده عيلة حرام ولي شغله وقليل شو بيعمل بحاله يعني وصل كيلو البطاطا للألف ليرة ومعولة يعني شغلة بسيطة هي قوت المنزل هذا يعني قوت الفقير ألف ليرة بندورة ألف ليرة ما عملنا شيء يعني بطاطا بندورة كذا أكلت شغلة بسيطة وما في شك بأن الغلاء المعيشي اللي عم نعيشه كسوريين ورفقنا من فترة الحجر لليوم أثر علينا بمختلف جوانب حياتنا وأصبح هدفنا هو تأمين الحاجة الضرورية فقط من مستلزماتنا الحياتية يلي الاكتار عم يلاقوا صعوب بتوفيرها نظرا للارتفاع الغير مسبوق للأسعار وبيبقى السؤال لأم ترح يستمر الوضع على هالحالة ترجمة نانسي قنقر